السؤال اللي بعد كده بيقول هل صلاة الفجر على الساعة الثامنة صباحا تجوز؟ آه في ناس بيحصل عندهم حاجة غلط إنه لو ما صلاش الفجر وصيح الساعة تمانية يأجل صلاة الفجر لليوم اللي بعده لما يصحى صلاة الفجر لا هي صحيح صلاة الفجر كده خرجت عن وقتها لكن هو يعمل ايه؟ آه لا يصلي الوقت يصلي الفجر يصلي الفجر يعني ايه؟ صلاةه ستكون صحيحة يعني لو صل الفجر الساعة تمانية صلاةه عتكون صحيحة ويصليها أول ما يصحى يعني صلاة الفجر يصليها أول ما يتيقظ وما يكونش هو متعمد إنه هو يترك يعني بالنسبة صحه إنه هو ما يكونش متعمد إنه هو يترك صلاة الفجر لكن إذا هو استيقظ يصلي الفجر أول ما يستيقظ ما يأجلاش بقى لغاية لا يصلي الفجر أول ما يستيقظ ليه لأنه كده بيصلي الفجر بعد وقتها فلازم يصليها في وقت لازم يصليها صحيح صلاة الفجر هتظل يجوز أنه يصليها إلى وقت صلاة الظهر لكن الوقت وقت الاختيار والوقت اللي لازم يصلي فيه الفجر هو الوقت قبل شروق الشمس طيب خلاص شرقة الشمس وإحنا بينا الساعة 8 خلاص بينا في جزء كبير من الصباح لا يصلي صلاة الفجر أول ما يستيقص يبقى هو يصلي صلاة الفجر أول ما يتيقص ولا يؤجلها ولا يؤخرها ويجوز ساعة صلاة الفجر آه طبعا هيجوز ده بالعكس أول ما يصحى ده واجب عليه أنه يصليها أول ما يصحى يعني واجب عليه أنه يصليها وما يتأخرهاش بعد كده يعني أول ما يصحى يجب عليه أنه يصلي صلاة الفجر أول ما يصحى